اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة تعلم برمجة معاكم احمد عبدالنبي وزي ما اتفقنا اكون معاكم دايما عشان نتعلم كل حاجة عن البرمجة جلنا سؤال مهم جدا 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 وهو احنا هنستخدم البرمجة بس في ان احنا نعمل قصص والعاب هل البرمجة بتكتصر على ده؟ طبعا كلنا بنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي او حتى على جوجل شكل البرمجة دايما بيكون عبارة عن ارقام وزيرو وونز والخلفية بتاعتنا عن المبرمج ان هو واحد قاعد دايما قدام شاشات وبيبدأ ان هو يبرمج حاجات معينة احنا بنستخدم في برمجتنا بنستخدم زي ما اتفقنا البرمجة المرئية وعشان اقدر اشوف التطبيق العملي للبرمجة اللي انا بعملها دي فبدل ما بكتب في سطور بكتبها عبارة عن بلوكات برصها تحت بعضها عشان اعمل الكود بتاعي وفي نفس الوقت اعرف هشوف التأثير بتاع الكود ده في اللعبة بتاعتي عاملة ازاي فعشان كده بنستخدم اول ستيب وهي اول سلمة في تعلم البرمجة وهو البيجول بروغرامنج بنعمل ده عن طريق برنامج سكراتش ولكن احنا بعد كده نقدر نطور نفسنا ان احنا نتعلم لغات برمجة مختلفة زي السي والسي بلاس بلاس او البايتون ونبدأ نتعلمها بشكل اكبر ونعمل من خلالها تطبيقات وحاجات مختلفة نقدر نفيد بيها الناس الالعاب كمان ليها سكتور خاص في البرمجة يعني فيه مبرمج بيكون خاص بالالعاب وده اللي ممكن حد من المستقبل يقدر انه هو يتخصص فيه عشان كده بنبدأ نعمل الالعاب مصغرة زي ستار وورز اللي احنا عملناها في الحلقة اللي فاتت وهنكملها في الحلقة بتاعتنا النهاردة واتفقنا ان اللعبة دي مستوحية من فيلم الستار وورز اللي احنا نقدر نجيب من اي فيلم او اي عمل سينمائي اي لعبة ونقدر ان احنا نبرمجها تعالوا نشوف مع بعض هنعرف نعمل ده ازاي من خلال حلقة النهاردة اللي هنتعلم من خلالها حاجات كتير جدا جدا عن برمجة سكراتش خليكم جاهزين معنا عشان نستفيد اكتر من خلال اللعبة بتاعتنا يلا بينا قبل ما نبدأ شغل النهاردة تعالوا كده سريعا نراجع اللي قلناها في المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت عملنا الجزء الاول من لعبة الستار وورز واللي عرفنا من خلالها ازاي نقدر نجيب سبريتس من خارج سكراتش سبريتس نقدر نعمل لها اكسبورت بس بشرط ان هي تكون في صيغة البي ان جي جبنا السبريتس الخاصة بالسبيس شب الخاصة بتاعتنا والانمي العدو وكمان رسمنا السبريت الخاص بالطلقات وعرفنا كمان ازاي نعمل انترو ودي تقريبا من الالعاب المميزة جدا عشان فيها انترو بتبدأ تجبر بشكل معين وتبدأ تتغير وتعرفنا اكتر ازاي نتحكم في السايز بتاع السبريت بتاعنا وعرفنا كمان ازاي نخلي السبريتس تدق ان هي تبعت رسالة او بروتكاست من سبريت لسبريت تاني عشان تديله اشارة وهنا بيبقى فيه طريقتين فيه طريقة اعتيادية وبدائية جدا ان انا احسب الوقت اللي الانترو مثلا اخذته ولياكم ممكن تكون اخذت سانيتين واحط السانيتين دول في السبريتس التانية ولكن دي طريقة بدائية جدا فالطريقة البروفيشنال اللي احنا بنستخدمها ان لما اخلص الانترو بتبعت رسالة لكل سبريتس عشان تبدأ ان هي تظهر وعرفنا كمان ازاي احرك السبريتس بتاعتنا باستخدام الماوس واستخدمنا البلوك الخاص بالماوس الاكس بتاعنا ان هو يتحرك مع الماوس وان احنا نغيرنا في الاكس والواي المرة دي مفروض ان احنا نتحكم في الانيمي ونتحكم في الطلقات اللي مفروض تتجه في اتجاه السبريتس الخاصة بتاعتنا ونبدأ نعمل زي باكدروب كده خاصة بيولوز او لما نخلص اللعبة بتاعتنا دعالوا نشوف نقدر نعمل ده مع بعض ازاي افتحوا الكمبيوترز بتاعتكم وطبقوا معانا خطوة بخطوة عشان تستفيدوا اقصى استفادة ممكنة جاهزين؟ يلا بينا زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت عملنا الكود الخاص باورشاب وعملنا الكود الخاص بلايزر ون ولما جينا جربنا مرة اللي فاتت عرفنا ان كان في بعض المشاكل فتعالوا نجرب كده مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل تمام جد عندنا بس اضافة كده هنقدر ان احنا نضيفها في ليزر ون بحيث ان هو يبدأ يظهر صوت لما اضغط على الماوس بتاعي وفي نفس الوقت محتاج ان هو ما يظهرش تماما غير لما ادوس على الضغطة دي انا عندي هنا عامل شو لما يبدأ يقول ستار فبالتالي شو دي محتاجها لما يبقى كلون ده رقم واحد رقم اتنين ان لما اضغط على الماوس يبدأ ان هو يعملي صوت معين ويبدأ ان هو يظهر ككلون فقدر اعمل ده ازاي من خلال الاف وفي ما هو سداون من سنسنج يعمل الصوت اللي هو اللي اسمه بيو اللي هو ممكن نجيبه من سكراتش اسمه بيو تمام هعمل بلاي ساوند تمام جدا فاضل عندي الانمي شب والليزر 2 الانمي شب في البداية خالص محتاج ان لما ادوس على الجرين فلاج ما تكونش ظهر تمام فبالتالي هروح لكم من event واختار hide في البداية هتبدأ تظهر امتى هتبدأ تظهر لما رسالة start تيجي من star wars فبالتالي هروح اجيب when i receive start لما ابدأ اعمل start مفروض اعمل ايه انا محتاج ايه اصلا من الانمي شب محتاج ان هي تعمل كلونز من نفسها وتبدأ تظهر في بداية الage فوق عند ال y وتبدأ تظهر في شكل عشوائي وتتحرك في ال y وهي نزلة تحت ونزلة تحت دي يعني موينس قيمة معينة وبالتالي لما تلمس ال space ship او laser 1 تبدأ ان هي تختفي ولو لمست الage تبدأ برضو ان هي تختفي تعالوا كده واحدة واحدة مع بعض في البداية محتاج ان هي لما تبدأ تstart محتاج ان هي تعمل كلونز من نفسها طب هتعمل ده قد ايه طول ما انا بلعب اللعب بتاعتي معنا كده اروح ل control واجيب forever واعمل create clone of myself من control create clone of myself هعمل ده قد ايه هعمله ل time معين وليكن وليكن one second كل ثانية يعمل نسخة جديدة من نفسه طيب اتفقنا دايما ان لما اعمل clone يبقى فيه بلوك مهم جدا هستخدمه اللي هو when i start as clone لما اكون clone اعمل ايه بالظبط؟ لما اكون clone محتاج اولا ان انا ابدأ في مكان معين في ال Y ولكن عشوائي في ال X لان انا عندي ال X بتاعتي اتفقنا ان هي من 240 لسالب 240 فاول حاجة لما ابدأ ك clone مفروض انا عملت hide يبقى اعمل show اعمل show ده رقم واحد رقم اتنين مفروض ان انا اروح لمكان متغير في ال X وثابت في ال Y فلو رحت لمotion هختار go to X و Y ولكن ال Y ممكن نخليها 140 لكن ال X انا محتاجها متغير معنا ان هي متغير وقيمة معينة من رقم معين لرقم تاني فهروح لoperators على طول big random number اختار رقم عشوائي ولكن من سالب 240 لمتين واربعين كده هو هيعمل ايه؟ هيروح لمكان متغير في ال X وسابت في ال Y طيب بعد كده محتاج اعمل ايه؟ محتاج ان هو طول ما انا شغال في اللعبة بتاعتي يبدأ يغير في ال Y يبدأ ينزل معنا كده ان هي قيمة سالبة فاروح لأول اختار forever لان محتاجها تعمل طول ما انا بلعب اللعبة اغير ال Y بتاعتي بقيمة يعني go to motion واختار change Y by والليكن هخليها سالب اتنين قصة ان هي تبقى بطيئة شوية بعد كده محتاج اعمل ايه؟ هي كده اتحركت طيب محتاج احط لها شروط ايه الشرط الاولاني؟ الشرط الاول ان هي لو لمست ال hourship لمست سفينة الفضاء بتاعتنا او لمست laser one اغير في score اغير في متغير وامسح 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 ال spread بتاعي وابدأ ان انا اعمل صوت معين كده طيب ولو لمست ال age ما لمستش ال hourship ولا لمست ال laser تعمل ايه؟ لو لمست ال age تبدأ ان هي تختب طيب انا كده محتاج شرطين يعني محتاج اتنين ايه في كندش اروح ل control واجيب if condition اول شرط ان هي لو touching the age تبدأ ان هي تختفي touching يعني sensing برافو عليكم فهجيب touching واختار touching age تعمل ايه؟ تمسح الكلون ده انا عملت نسخ كتير تمسح الكلون يعني هروح control واختار delete this clone تمام جد طيب الشرط التاني ان هي لو لمست ال ship our ship او laser one اللي هو اتفقنا عليه باللون الاخضر تبدأ تغير في score هنضيف المتغير ده ويبدأ يطلع صوت ويبدأ في customs معينة نبدأ ان هي نظهرها تعالوا نشوف مع بعض اول حاجة محتاجة اروح لcontrol واجيب F واقول لو لمست يعني touching تمام بس انا عندي هنا حاجتين فمعنى كده ان انا اروح للoperators لو لمست حاجة او حاجة يعني اور لو لمست ايه؟ اول حاجة لو لمست our ship جميل جدا طيب الحاجة التانية لو لمست يعني touching laser one يحصل ايه؟ تغير في متغير اسمه score احنا لسه مش عارفين ايه اللي score ده ويطلع صوت معين ويظهر customs مختلفة بتعالوا اول حاجة واحدة واحدة كده نضيف اللي score هروح للvariables وهعمل make a variable واسميه score ده رقم واحد رقم اتنين محتاج اضيفه هقول change score by one وطبعا في البداية خالص لما اجي ابدأ مفروض ال score اللي انا اضيفته ده يبقى ب zero set score to zero بعد كده مفروض اعمل ايه؟ مفروض ان يظهر صوت صوت الكراش يعني كاينها اتضمرت فاروح ل sounds واضيف واضيف crash تمام جدن واختار play sound مفروض اللي هو الكراش اضيفه احطها forever مثلا لازم اخليها تتكرر مجموعة من المرات ويبدل يعمل في next custom عشان تبان معها تعالوا نشوف هنعمل ده مع بعض ازاي اقدر جدا جوه ال if احط repeat وحط من looks اجيب next custom محتاج اخليها تتغير كام مرة لو رحت شفت الكاستمز بتاعتي هلاقي ان انا عندي حوالي 49 custom فممكن اخليه يكرر نفسه وليكن 48 مرة بحيث ان هو يوصل لرقم 48 ويرجع يكرر نفسه تاني في الحالة دي مفروض اعمل ايه كده انا حطت له كل الشروط بتاعته ان هو لو لمس الage يختفي ولو لمس الشاب او الليزر يبدأ يغير في اللي سكون فاضل حاجة كمان ان انا لو هو بدأ يعمل clones من نفسه مفروض ان ال clones بتاعت laser 2 مفروض ان هي مرتبطة بي فبالتالي لازم اقول له هنا لو بقيت clone هون هي start as a clone مفروض ان ال clone الخاص بالليزر يفضل يظاهر مع ال x وال y اللي انا ما عرفهمش هو هيظهر بشكل عشوائي يبدأ ان هو يظهر معاهم بشكل عشوائي برضو يعني انا حاجة جدي انا ما عرفهش فبالتالي هنا في طريقة مهمة جدا جدا ان احنا ازاي نخلي position او مكان يتسجل في متغير فمحتاج ان انا اعمل متغيرين اسميهم x و y وسجل position متاع ال x وال y بتوع الانيمي اللي انا ما عرفهمش جوة ال x المتغيرات دي انا كده انا مش عارف مكانهم تماما فبالتالي اول حاجة هروح اعملها هروح للمتغيرات وهعمل متغير اسميه x ومش محتاج اشوفه فبالتالي هعمله hide وهعمل متغير كمان اسمه ال y محتاج اعمل ايه بقى محتاج لما اعمل clones من نفسي يبدأ يظهر position بتاع ال x وال y ويبدأ يظهر كمان الليزر كلها في مكان واحد عشان يبقوا طالعين من نفس ال space ship فاروح ل forever ومحتاج ان انا اعمل wait لحد ما اعمل كلونز انا هناك عامل wait one second يعمل كلونز من نفسه فبالتالي هنا ممكن ازودها شوية اخليها one point five محتاج اعمل ايه اعمل ال x بتاعتي set x بتاعتي لمكان انا معرفوش ليه ال x واعمل كمان واعمل كمان ال set y لمكان انا معرفوش ايه هو المكان ده لو رحت الموشن اختار x position كده انا سجلت ال position بتاع ال x بتاع الكلون داخل متغير اسمه x واروح ل y position هسجل ال position بتاع ال y داخل متغير اسمه y وبعد كده هعمل كلونز من laser 2 طب هو انا انفع ان انا اعمل كلونز من spread تاني جوه spread مختلف تماما تعالوا نشوف لو رحت ال control هعمل create crown of my self لو دوست على my self اقدر اختار اي spread تاني فبالتالي ممكن اختار laser 2 هو هنا هيعمل ايه هنا هيخلي نفس مكان ال spread بتاع laser 2 يطلع من نفس الكلونز اللي خرجه من ال space ship عشان يبقى شكلها منطقي لان ال space ship التانية اللي هي ال enemy بتتحرك بشكل اوتوماتيك وعشوائي انا مش بتحكم فيها فبالتالي لازم تتحرك مع حركة الكلون الخاص بال enemy طيب هنا بالتالي انا كده تقريبا عملت كل الشروط الخاصة بال enemy فاضل ايه فاضل ان انا اعمل الكود الخاص ب laser 2 في البداية خالص في بداية الجيم مفروض ان هو ما يبقاش ظاهر بداية الجيم يعني لو دست على green flag when green flag flag مفروض ان هو يبقى hide طيب يظهر امتى لما تيجي الرسالة بتاعت start اللي هي ال broadcast فاروح when i receive start لما ي receive start مفروض ان هو يعمل ايه مفروض ان هو يعمل كلونز من نفسه طب هو قريدي اصلا عامل كلونز فبالتالي انا مش هحتاج دي هحتاج when i start as a clone لما ابقى clone مفروض ان انا اعمل ايه مفروض ان انا اروح لل space ship اللي اسمها ال enemy وابدأ اغير ال positions بتاعتي طول ما انا بلعب فاول حاجة هروح go to l enemy 2 وهتبدأ تنزل في ال y change y forever هعمل change y by قيمة قيمة ولكن ال x هنا اللي هي المتغير اللي انا سجلت فيه المكان الادي وال y هي برضو المتغير اللي انا ضفت فيه القيمة بتاعتي فبالتالي هنا هيعمل ايه هي هتروح لل x وال y اللي موجود فيهم اللي هي ال enemy اللي انا معرفهمش فبالتالي هتبضل معاها على طول جميل جدا طيب محتاج اعمل ايه محتاج ان هي لو عدت ال space ship ولمست ال edge تبدأ ان هي تتمسح فهروح من control هجيب f مرافو عليكم طبعا احنا بقينا كويسين جدا في ده محتاج هتلمس فاختار touching 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 ال edge تعمل ايه لو لمست ال edge تعمل delete لنفسها هعمل delete this clone جميل جدا تمام في الحالة دي اقدر اجرب الجيم بتاعتي طبعا انا ظاهر عندي بعض المشاكل اول حاجة ان الليزر 2 اصلا ما بيظهرش وتاني حاجة ان ال enemy مش ظاهرة لان هو غير في ال custom وما رجعش اجاب اول custom ليه فاول حاجة طبعا انا عملك هنا hide محتاج ان انا اعمل show فاروح للوكس واختار show واروح لل enemy انا لما غيرت ال custom هنا مرجعش الاول custom ليه فاحتاج لما start as a clone يعمل show وكمان يعمل switch لل custom to enemy ممكن كمان اضيف هنا لما يجي يضرب الاطلاقات بتاعته ويحط له صوت ممكن نحط start sound cue فلو جيت جربت اللعبة بتاعتي هلاقيها شغالة معايا تماما كده نكون خلصنا الجيم بتاعتنا كانت ممتعك جدا جدا واستفدنا منها كتير الجيم دي طبعا نقدر نضيف sprites مختلفة ونقدر نغير كمان ونقدر نضيف لها حاجات كتير قوي عاوزكم تعملوا ده وتبدأوا تشيروا اللعبة بتاعتكم مع اصحابكم وزمائلكم عشان يقدروا ان هما يلعبوها وتقدروا كمان تعملوا لها شير على الويب سايت الخاص ب scratch اتمنى تكونوا استفدتوا وتعلمتوا حاجات جديدة عن scratch وعملنا لعبة من اكتر واشهر الالعاب اللي موجودة في عالم الفيديو جيمز اتمنى ان انتم الطباقوا ده وتستفيدوا منه اكتر واتمنى لكم التوفيق دايما واشوفكم على خير مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة